موسيقى حياكم الله حلقتنا اليوم كانت مع سعادة سالم الشامسي المدير التنفيذي للحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معا حلقة مهمة جدا نحن ترنزم ونحن مؤخرا شهادة شركة اجتماعية من قبل معا اليوم لاهتمامي الشخصي قدمت دعوة لسعادة سالم عطانا تصور أكثر وتفاصيل أكثر عن معا تكلمنا بتفاصيل دقيقة عن الحاضنة كيفية دخول هذه الحاضنة كيفية اختيار الشركات تصنيفها كيف يتم دعم هذه الشركات سواء كانت أفكار أو كانت مشاريع قائمة كيف تدعم ماليا كيف يتم تسهيل الخدمات لهذه الشركات بحيث أنها توصل لمستهدفاتها المسئولية المجتمعية شيء يشغل بالي مؤخرا وأحاول أني أتعلم هذه المسئولية وأعلمها للناس فاليوم سعادة سالم قدم تفاصيل مهمة ممكن اليوم لأي شركة محلية كانت أو عالمية أنها تستفيد من المبادرات التي تقدمها معا ممكن أنها تستفيد ماليا ممكن أنها تستفيد من ناحية علاقات فالحلقة هذه مفيدة للجميع لها قيمة عالية نتمنى أنكم تستفيدون من هذه الحلقة وتنشرونها لربعكم أبو حميدة أبدأ معك في الكورة بما أنني أحب الكورة هذه معلمات سرية لا موجود كل شيء موجود كل شيء موجود الكورة شغفك فيها من زمان أم لا؟ هذه نحن أغلب الناس عندنا في الإمارات هواية تمنى رئيسية هي الكورة الكورة القتب طبعا هذا الشغف ونصير طبعا كهواية وليس كمهنة مثل ما تقول وقبل 2019 يعني أرشحت أني أكون عضو مجلس إدارة في اتحاد الإمارات لكرت الأدم في هذه الفترة ترأست وما زلت رئيس للجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرت الأدم دورك كرئيس لجنة الحكام هل لازم يكون عندك لسنة تدريب ولا كيف؟ لا لأن اليوم ليس أنك صد تحكيم سريع لا لا أنا ما كنت حكام بس التوضيح أبدا الموضوع إداري بحث موضوع إداري بحث اليوم فيه إدارة فنية تعمل لكن دور اللجنة اليوم إشرافي تقيم الخطط لتوضع استراتيجيات واضحة ومثل ما ذكرت يعني دور إداري بحث يمكن وجهت صعوبات أول مهيات لكن أنا تعودت على هالشيء دائما أدخل مجالات أنا مش مختص فيها لكن سبحان الله يعني هالأشياء من الدروس اللي تعلمتها ترى ما في شيء صعب إذا الإنسان حط الإرادة أن يكون ناجح بينجح بيتعلم كل شيء الواحد ممكن يتعلم استفدت بخبرة الموجودين اليوم في كثير من الأخوان ممكن مختصين هم في مجال التحكيم بالعكس يعني الواحد يتعلم منهم ويستفيد من خبراتهم والحمد لله يعني صار لي يكمل أكثر عن أربع سنين تقريب على رعاست اللجنة ما شاء الله والله يكتب التوفيق إن شاء الله اللهم أمين مشجع لي نادي؟ انتخب لي ما رحت ولا أندي؟ لا فيها 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 مشاكل هاي أنا الحي محايد ما أقدر أصرح أنا نسيت أنه لازم الحكم بس في أوروبا مش دائما يكون محايد لا بس ما يقدر يطلع ما يقدر يصرح بتصريح رسمي لأي نادي هاي محسوبة بتخبر إن شاء الله انت اليوم إن شاء الله مدير تنفيذي في هيئة المساهمات المجتمعية بدايتها يعني أنا صار لي أكثر غير بالأربع عشر سنة في العمل الحكومي وشبه الحكومي في قطاعات مختلفة أنا انضميت في هيئة المساهمات المجتمعية في عام 2020 يمكن في معلومة أول مرة أذكرها أول ما ييت وقالوا لي تكون رئيس قسم الحاضنة الاجتماعية أنا في حياتي ما سمعت عنها المستلح ما سمعت بالمصطلح حاضنة الاجتماعية الحاضنة نعرف نعم لكن اليوم حاضنة الاجتماعية حاضنة الاجتماعية حاضنة الاجتماعية جيدة ذلك جيدة أذكر أول أساينمنت كان كيف ممكن أطور هذا القسم طبعا القسم كان قائم لكن اليوم دايما التطوير ما يوقف لازم الواحد شوف كيف ممكن يحسن فقلت إذا أنا مش فاهم المصطلح كيف بشتغل فصابني نوع من التردد طبعا من الدروس السابقة مثل ما ذكرت يمكن أنا هذا صار عندي باترن معين أني أدخل مجالات أنا مش ملم فيها والحمد لله يعني توفيق من رب العالمين ومساعدة الناس اللي حوالي أقدر أعدي وإنجز فقعدت أقرأ ما لقيت شيء في دولة الإمارات حاضنة اجتماعية فساعة النطاقة اليوم طبعا بوجود وسهولة الانترنت وسهولة التواصل بديت أقرأ معلومات أكثر عن شو السوشال انتربايز شو الشركات ذات هدف اجتماعي لأن اليوم هدف الحاضنة الاجتماعية هو برنامج يخرج شركات ذات هدف اجتماعي فبعد سنة تقريبا مسكت إدارة الحاضنة الاجتماعية والمسرع لأنني كانوا نقسمين وبعدها انتقلت إلى إدارة جمع المساهمات أيضا في الهيئة وبعد فترة رجعت كمدير تنفيذي لغطاء الحاضنة والعقود الاجتماعية تلقيت بمعنى صح؟ نا في هذه الفترة من 2020 إلى يومنا هذا وحاليا أنا مدير تنفيذي لغطاء الحاضنة والعقود الاجتماعية طبعا القطاع هذا يضم إدارتين إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية تغير مسمىها الجديد ريادة الأعمال الاجتماعية تركز على الشق الحاضنة الاجتماعية والشق الثاني اللي هي العقود الاجتماعية ما الفرق بينهم؟ هيئة المساهمات المجتمعية تم إنشاؤها في 2019 وهي تابعة لدائرة تنمية للمجتمع وهدفها الرئيسي هو تعزيز المشاركة المجتمعية لإيجاد والسعي في إيجاد حلول لتحديات اجتماعية تهم مجتمع إمارة أبوظبي اليوم كيف نحن نعزز ثقافة المشاركة المجتمعية؟ نحن نعززها بثلاث طرق رئيسية اليوم بالوقت من خلال المتطوعين ونخلق لهم بالعمل مع شركاءنا اليوم فرص تطوعية فهو ممكن يساهم بوقته بالأفكار من خلال برنامج الحاضنة أو إذا كانت عنده شركة قائمة ممكن تقدم خدمات تخدم مجتمع إمارة أبوظبي وبالمساهمة المادية من قبل الأفراد والشركات اليوم نحن نعطيهم فرصة من خلال منصة متكاملة نعطيهم فرصة للمساهمة نعطيهم مشاريع واضحة تخدم المجتمع طبعاً أنا وها على نقطة أن اليوم هيئة المساهمات المجتمعية معاً ما تدير مشاريع لكن اليوم بالشراكة مع قطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الثالث تبني هذه المنظومة المتكاملة تعطيك مشاريع للمجتمع تهم المجتمع تقدم خدمات للمجتمع لفئات معينة مركزين محمد وتسمح لي شوف أنت تقول لي معلومات دسمة عقلي مش قادر يستوعب أنتو بالنسبة لكم هذا عمل روتيني ومتعودين عليه من سنين لكن أتوقع أنا والمشاهدين المعلومات دسمة خلنا بن بالبساطة بالبساطة زي قبلها أنت ما أعطيتني جواب عن أو اللي قلت بمعنى صح أن عن لا أقود الاجتماعي لا 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 تطورك الوظيفي كان واحد من أسبابه الرئيسية خلنا نقول أنك أنت تحب الاستكشاف تجرب مثلا قلت تحكين ليش لا بروح برشيح نفسي يعني ترمي نفسك حتى في الأماكن اللي ما تفهم يمكن فيها وما عندك فيها خلنا نقول زي هذا واحد من أسباب شو الأسباب الثانية ولا ما تريد تمدح عمرك يمكن أنا ما أحب تمدح عمري لكن يمكن في شغلة حب التحدي يعني ويمكن ما أقول لا أوكي للمهام للمهام أوكي أنا خريج هندسة مدينية اشتغلت يمكن أول فترة في حياتي في الهندسة لأن انتقلت إلى قطاع مختلف كلي تماما تماما عن الهندسة ما قلت لا ما قلت قال قلت نجرب لكن دائما أرجع وأقول أن الخبرات اللي اكتسبتها هي بتساعدني أني أنجح في المهمة الثانية وبعد قطاع مختلف انتغلت إلى قطاع أيضا مختلف فمدام وجدت الرغبة بالتحدي وتأكدت أن ما في شيء مستحيل النجاح بي فيمكن هاي الفترات اللي ممكن تكرت لك في البداية أن قطاعات جدا مختلفة وغير مرتبطة بس ترى العمل واحد العمل واحد العدوات اللي انت تستخدمها ممكن تختلف في بعض الأحيان لكن تركيزك للنجاح يجني ثمارة بالأخير أوكي خلني بعرف لك الحين هيئة المساهمات المجتمعية معا تمام من مفهومي على ثلاث قطاعات رئيسية الأول اللي هو صندوق التمويل الاجتماعي لا صندوق الاستثمار الاجتماعي الصندوق الاستثمار الاجتماعي والثاني قطاع التطوع قطاع المشاركة المجتمعية المشاركة المجتمعية اللي هو يمكن هو التطوع اللي هو التطوع والحاضنات والقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية الحاضنة والعقود أنا يعني ما عندي فهم في الفرق بين الحاضنة والعقود الاجتماعية ما هو الفرق بينها؟ الحاضنة حاضنة، لكن العقود الاجتماعية ليس المفروض أنها تكون هي الحاضنة نفسها؟ لا، العقود الاجتماعية هي أداة تعاقدية لكن بطريقة مختلفة اليوم نحن تعودنا على التعاقدات التي نشوفها بشكل عام تتعاقد مع شركة تنفذ لك عمل معين تقدم لك خدمة فيكون الدفع دائما على مائل ستونز و أكتفيتيز معينة لكن آلية العقود الاجتماعية هي الدفع مقابل مخرجات الدفع مقابل مخرجات مخرجات واضحة تحدد سابقا قبل بداية المشروع ويلتزم فيها جميع الأطراف فإذا تمت هذه المخرجات، تم نجاح إتمام هذه المخرجات يتم الدفع نعطي مثال عشان نسأل الصورة؟ نعطي مثال، اليوم على سبيل المثال يمكن أن نحن طبقنا أول عقد اجتماعي في الشرق الأوسط ليس فقط في دولة الإمارة، في الشرق الأوسط، في إمارة أبوظبي وكان هذا يهدف إلى تدريب وتوظيف أصحاب الهمة اليوم، ليش نستخدم آلية العقود الاجتماعية؟ في تحديات نعتبرها شوي شائكة وصعبة، فنبدأ نجرب حلول يديدة لكن الحلول يديدة يمكن تنجح، يمكن ما تنجح ففي رزق دائما يكون على الحكومة أو بشكل عام على الحكومات أنها تدفع مقابل هذه الخدمات وآخر اليوم، المخرجات لا تكون بالطريقة بالتصور الذي نحن حاطينا في البداية برد على الموضوع الذي هو العنصر أو الطرف الرابع، أنت قلت مقيم مقيم، مستقر من هو هذا المقيم؟ وكيف أنتوا تختارونها أصلا؟ طبعا المقيمين نحن نشوف من نوع عندهم ممكن خبرة في المجال المعين أو التحدي المعين اللي نحن كان المشروع يركز عليه، أو الفئة المعينة اللي المشروع يركز عليه الشيء الثاني دائما نحاول أن ندور في مقيمين دوليين ومقيمين موجودين في بلدان أخرى خبراء خبراء في آلية العقود الاجتماعية وكيف تنفيذها، فبنائا عليها يتم النظر في الأنسب أوكي بوحميد، عالميا وعربيا هل الخبراء في المجال هذا عددهم كبير أم لا؟ عربيا ما أتوقع في عدد كبير، ما صادفنا الصراحة بكل أمانة، لكن دوليا نعم في زيادة وهذا اللي شاهدنا في الفترة الأخيرة يوم تشعبنا في الموضوع أكثر وأكثر كنا نتكلم عن الدار للتعليم، أنت أو هدفي من الأمثلة تسهيلها للمتلقي؟ شوف أنا لو أعطيك مثال على شركة ذات هدف اجتماعي قدمت من البرنامج اللي ذكرت لك إياها من الحاضنة، يمكن بيكون أوضح وأكثر حق المشروع، ليش نحن؟ أنا بنبرز اليوم دور الشركات ذات هدف الاجتماعي، وكيف ممكن أنها هاي تقدم خدمات؟ في كان عندنا مشروع مع جهة حكومية أيضا، وبنفس التطبيق في مستثمر اجتماعي، وحابين كنا نقدم سلوشن لتحدي معين، طبعا هذا التحدي كان يخص في الطفولة المبكرة، بدون ذكر التفاصيل يعني لها، نحن في كانت عدنا حاضنة مختصة لتقديم حلول في الصحة النفسية، وخرجنا فيها تقريبا عشر شركات، ذات هدف اجتماعي منها، بعض الشركات اللي يتنا كانت مجرد أفكار، بعد سنة، وحدة من هاي الشركات اللي كانت فكرة في الحاضنة، خذت عقد مع جهة حكومية لتنفيذ هذا البرنامج بألية العقود الاجتماعية، اليوم حققنا يمكن هدفين رئيسين، هدف نجاح شركة من حاضنة، وطبقنا آلية العقود الاجتماعية من نفس الشركة، عملنا عملية الربط، وهذا اللي نحن دائما نحاول، يعني نعمل فيه في الحياة، فهاي الشركة ذات هدف الاجتماعي قدمت خدماتها، وبعد انتهاء المشروع تم تمديد لها أيضا، وهذا دليل على نجاحها بعد سنة، فنفس هاي الأمثلة طبعا كثيرة عادنا اليوم في شركات قديدة من الحاضنة، سواء دخلت ويانا من الحاضنة، سواء الشركات كانت قائمة في السوق وحصلت على شهادة التصنيف، لأننا نحن دورنا اليوم ندعم هذه الشركات أنها تنجح، هذا واحد من الأدوار الرئيسية، فأنا اليوم أعرف أنك أنت تقدم خدمات لفئات معينة، أنا بأسولك عملية الربط، أنا بأقعد معاك وأشوف مدى جاهزيتك، شو البرامج اللي ممكن تقدمها، شو الأشياء اللي ممكن أن أربطك مع جهات خاصة أو جهات حكومية، إذا عندك اليوم برنامج أنت بتقدمه كشركة ذات هدف اجتماعي، أنا مستعد حتى في التمويل لهذا البرنامج. اليوم أنتو البرنامج الحاضنات بالنسخة التاسعة صحيح؟ نعم. اليوم نقول النسخة التاسعة هل سنوياً في نسخة أم أكثر من نسخة؟ نحن برنامج الحاضنة الاجتماعية عادة نطلق دورتين في كل عام، وكل دورة تكون معنية لاستقطاب حلول لتحديات اجتماعية تهم مجتمع عمارة أبوظبي. طبعاً نحن هذه التحديات تكون بنائياً على الدراسات تقوم بها دائرة تنمية المجتمع، وبنائياً على هذه الدراسات ومخرجاتها يتم تحديد شو التحدي اللي بيكون. طبعاً أطلقنا الدورة التاسعة شوي، الدورة التاسعة مختلفة. اليوم الدورة التاسعة ولا زالت قائمة ونتمنى أن الجميع يشارك ويقدم من خلال الموقع الإلكتروني اللي هي، لكن الدورة التاسعة ليش مختلفة؟ نحن عادةً نفتح كل الدورات لجميع فعات المجتمع يقدمون لها، لكن الدورة التاسعة للمواطنين فقط. وهذه هي التفرق، لكن وشوي خليناها أشمل. ريادة الأعمال لتحقيق الأثر الاجتماعي. نعم. بس أخو المنصور اليوم يمكن هذا الثيم الشامل، لكن في فئات بتخدم تحتها، فهذه الأفكار أو الخدمات أو المشاريع اللي بتقدم بتخدم فئات كبار المواطنين والمقيمين، بتخدم فئات أصحاب الهمم، بتخدم فئات الأحداث، ففئات أديدة تحتها. مش متخصصة بمعنى أساس؟ مش متخصصة بمعنى أساس، خليناها شوي شاملة أكثر، نحن نحب الأبداء، ونبقى الناس تقدم أفكارها أو خدماتها اللي موجودة تبدأ، لأن اليوم هدف هو تحقيق الأثر، أثر لمجتمع، لأخوانك، لأيالك، لأهلك، هذا مجتمعك، فأي فكرة، أي خدمة أنت بتقدمها، ترك تخدمها، وتخدم نفسك فيها. إنزين بوحميد، في أرقام عندك تتذكر أرقام عن الثمان؟ أنا بكملك على الحاضنة بشكل عام، برنامج، لكننا دخلنا في التاسعة شوي، نحن نطلق دورتين في كل سنة، ونستقطب، نحاول نستقطب من 10 إلى 15 شركة أو مشروع أو فكرة، طبعاً، تنقسم مرحلة البرنامج إلى قسمين، ففي أول ثلاث شهور، بالشراكة مع مزود الخدمة، نقدم لهم الخدمات الرئيسية، اللي ممكن تساعدهم في بناء فكرتهم، إذا كانت في فكرة، بعدما يصير في تقييمات طبعاً على مستويات المشاركين عندنا في البرنامج، فيصير في مساعدة في تطوير الفكرة، في يمكن مساعدة في بعض المواضيع التخصصية اللي تم الشركات القائمة، بس يبون توجيه بشكل أكبر، فيستغلون فترة الثلاث شهور هاي، تقدم الدعم لهم، بعد الثلاث شهور، نحن نتأكد أن اليوم بعد الثلاث شهور يكون شبه جاهز، أنه ممكن يجرب المنتج، يجرب المنتج، إذا كانت فكرة، يعني على الأقل، يكون في الـ MVP، إذا كانت فكرة، لكن اليوم إذا في شركات قائمة، يكون في خلال الثلاث شهور، هو اكتسب بعض المهارات اللي تساعد أكثر في توجيه اليوم، فكرتها أو خدمتها للسوق، فنركز دائماً اليوم على الخدمات اللي بتقدم، فبعد مرحلة الثلاث شهور، يكون في دعم لمدة تسع شهور من قبل الهيئة، أو الإدارة بالأخص، نحن طبعاً في إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية، في قسمين مختصين، في قسم مختص بالبرنامج، وفي قسم تسمي الـ Business Facilitation، الـ Business Facilitation اللي هو ممكن تسهيل الخدمات، تسهيل الخدمات، نعم، نضرب مثال عليه، اليوم في فترة التسع شهور، أنت شركة، خلصت معانا ثلاث شهور، عندك خدمة، لكن تبقى، تقول أنا أبقى مساحة مكتبية، تقول أنا أبقى، هاي من بعض المحفزات اللي بنتكرها إن شاء الله لاحقاً، أنا اليوم أريد أوصل مع الجهة الفلانية، أعرض الخدمة اللي أنا أقدمها، ومش قادر، ومش قادر، اليوم بما أني أنا جهة حكومية، أقدر أساعدك، وأسهلك هالموظم، أنا أشوف هذا من أفضل الأشياء، فأرجع وأقول اليوم، نحن دائماً نعمل مع الشركاء، دائماً نعمل عملية الربط، هاي، جهات الحكومية، جهات القطاع الخاص، وجهات القطاع الثالث، لأننا نعرف اليوم إن بالشراكات، بيكون فيه نجاح، وبيكون فيه أثر اجتماعي مستدام من المجتمع، فأرجع على البرنامج، طبقنا الحمد لله اليوم، يمكن ركزنا في بدأ أول دورة على أصحاب الهمم، كنا ندور حلول وشركات تقدم خدمات لأصحاب الهمم، فالدورة الثانية كانت للصحة النفسية، الدورة الثالثة قدمناها لكبار المواطنين والمغيمين، الرابعة والخامسة حتى ركزنا على البيئة، وركزنا على الثقافة المالية، ففيه دورات بعد، ما نذكر بالضبط الثامن، والتركيز اللي عليها، أنا اليوم صاحب مشروع، أو صاحب حتى المشروعي يكون عبارة عن فكرة، مشروع قائم، بيء طبعاً عشان المحفزات، تسهيل الخدمات من ما تفضلت، أبا تكلم عن المحفزات المالية، إذا في معلومات أكثر؟ اليوم إذا أنت عندك مشروع، كصاحب شركة ذات هدف اجتماعي، عندك مشروع، أو فكرة مشروع، بتختم فئة معينة من مجتمع إمارة أبوظبي، نحن ندعمك، نحن ندعمك لتقضية تكاليف هذا المشروع، وإذا شفنا اليوم في استمرارية لهذا المشروع، فعلاً هذا المشروع المجدي، بمعنى أصح الاستدامة، ممكن ندعمك أيضاً بحملة لجمع المساهمات، اليوم واحدة من الشركات ذات هدف الاجتماعي قدمت لنا مشروع، هي عيادة أسنان، أوكي، وين أثر في الموضوع؟ هذا السؤال يبكرنا أول ما سأله، والناس كانت تقول، يا دوتسنان كيف عدف اجتماعي؟ قال أنا دائماً أروح لسكن العمال، أروح للناس اللي ما تقدر تدفع مثلاً في مناطق معينة، فقال نعملهم مراجعة روتينية، والتي يحتاج لمعالجة بسيطة نعالجهم، وكان يعملها من دخلهم، بدون معها، فاليوم وجود الهيئة، ساهم أننا اليوم نتوسع في هالعمل، الذي كان يقوم به بشكل محدود، بسبب إمكانياته، فاليوم، كيف دعمتو؟ دعمنا مادياً لتقضية هذه المبادرة، دعنا نقول الميزانية اللي يصرفها كان على هذه المرضى كانت عليكم، أو أصبحت عليكم؟ أصبحت علينا، وصار في بطاقة مشروع لجمع مساهمات اليوم على المنصة، لأنه ليس أي واحد يقدر يجمع ذلوس من الناس، لا، اليوم ما فيه في طريقة قانونية من خلال، طبعاً التصاريح من خلال دائرة تنمية المجتمع، لكن اليوم نحن من الجهات المخولة اليوم في إمارة أبيضابي، أنها تجمع مساهمات، وأيضاً نجمع مساهمات لمشاريع المؤسسات القضاء الثالث، فتوسعنا وياه، فبدأ الفكرة يمكن كان في العين، توسع اليوم وصل الغربية، يقدم الخدمات، ما شاء الله، ما شاء الله، فهي واحدة من الأمثلة اللي نحن ندعم اليوم، دعم مادي للشركات هاي اللي عندها فكرة، ممكن تخدم فئات معينة من المجتمع، صدق أبو حميد، أنا كنت أشوف التحدي، أن الفئة المجتهدفة عندكم أنتو، اللي هم الأقليات، فعادة الأقليات صعب الواحد يكون عليهم استدامة مالية، صح، بس الحين ممكن ما يكونون أقليات، الفئة هذه المستهدفة في الأسنان، ممكن يكون عددهم كبير ترى، هي، بس أنا عشان أوضح لك نقطة، نحن كل برامجنا، فلا هي، تخدم جميع فئات مجتمع وارتبطة، يمكن اليوم التعدي الأكبر، والتركيز على الفئات الأقلية، بحكم أنه عدم توافر الخدمات، عدم رغبة الشركات اليوم، باستثمار، فيها أنا عجد واقتصادي، لكن اليوم الفرق، الشركات ذات هدف الاجتماعي، وجودها، هي تخدم هالشيء، لأن اليوم، أنا ليش أسست شركتي، أغلب الشركات، عشان أربح، عشان أربح، لكن في شركات أسسوها، باشن، أنا أحب أخدم في الفئة معينة، لكن نحن نقول لك، نحن نباك تخدم الفئة، لكن نباك تربح، عشان تستمر، عشان تستمر، لأن في شركات دخلوا وعدنا في أشخاص، بمعنى أصح، دخلوا وعدنا، وشغف، تشوف شغفك كثير لخدمة فئة معين، ما استمر، لا أنا ما قدر يربح، لأنه ما عنده، الفكر أني أنا لازم أسوي فلوس، أو أني أربح من استدامة الشركات، فنحن دائما هاي ندعمهم، وننوه عليهم بشكل، ونركز على النقطة هاي، ترك، أنت تقدر تسوي خير، وتقدر تقدم، لكن عشان تستمر بتقديم هذا الخير، والخدمة هاي، لازم تربح، أنا اليوم، هي، كان وجودها تدعمك في البداية، تدعمك، بكل الأدوات، التي تتيح لك أنك تنجح، لكن، إذا ما كانت هذه الرغبة، والمعرفة، بالهدف اللي أنت بتوصلها، أو الهدف اللي أنت مركز عليه، ما بتستمر، وهذا اللي شفناه في بعض، بعض الأمثلة، وهذا الشيء موجود بشكل عام، في ريادة العموان، تشوف بعض، أغلب الناس، نسبة النجاح قليلة، صح، وايد صعب، أكثر من 80% مشاريع، أصلاً تغلق بأول خمس سنوات، صح، هذه النسبة هاي كارتية، يقولون 80%، أنا شوفها 90%، والله، أنا أتوقع أنها 90%، فعلياً، نحن شفنا الدراسات، كانت 90% ريادة العموان، فنحن نحاول دائماً، يمكن، ومع الفريق، أقول لهم نبن نكسر هالرغم، في ريادة العموان الاجتماعية، نبن نبرهن أن هذا الرغم، ما ينطبق على ريادة العموان الاجتماعية، النباء هم يكونون مستدقائي، يظلون في السوق أكثر، يقدمون خدماتهم بشكل أكثر، طبعاً، في فوايد عديدة اليوم، وجود هذه الشركات، وجود الناس اللي هدفها إنساني، أو هدف اجتماعي أكثر، من فقط ربحي، الكوست ما يكون عالي للخدمة، فاليوم إذا الكوست ما كان عالي للخدمة، يتوفر لفئات، ويوصل لفئات أكثر، واللي هم الفئات اللي أنت تكلمت فيها، اللي هي أقلية، أنا أعرف أن في شركات كبيرة، مثل يمكن تكون، أدنوك، البنوك، أغلبية البنوك، شركات الاتصالات المحلية، والشركات الكبيرة، أغلبيتهم هذي لهم عادةً، يكونون ممكن، المساهمين، المساهمين الأكبر، صحيح؟ صحيح، مبادلة الأمور هك، أنزيل، أنا كصاحب شركة اجتماعية، هل الأفضل لي أني أتواصل معها بشكل مباشر من خلالكم؟ إذا كانت عندي مثلا، يمكن أن أبحث عن سبونسر على موضوع معين؟ أغلب الشركات اللي يوجهون من التحديات، خصوصاً إذا كانت شركات ناشئة، اليوم ما في قبول من الشركات الكبيرة أن تتعاقد معها، أنا برجعلك على موضوع المحفزات، شو ركزنا عليه؟ نحنا ركزنا اللي يمكن على الأشياء الرئيسية اللي تحتاجها الشركات أنها تنجح، اليوم، نحاول أن نشيل عنك ابء المساحات المكتبية، نحاول أن نشيل عنك ابء الوصول وحق المستثمرين نحاول أن نشيل عنك ابء حتى التسجيل في منصة الحكومة، المشتريات هذا مكلفت total هذا مكلفة، علينا كأصحاب ومكات نحنا اليوم نسجل هذه الشركات، د Feder song and the association في منصة المشتريات الحكومية في جميع المنصات أم منصة معينة؟ منصة دائرة التمكين دائرة التمكين الرئيسية اللي هي تابعة لمنظومة حكومة ابوظبي اليوم انت ذكرت لي انا ممكن اتواصل مع الشركات الكبيرة الخاصة محتاج سبونسور في شيء معي لكن اذا اليوم تواصلت معهم عن طريقي وانت وحدة من الشركات اللي مصنفة عندنا الدعم بيكون بشكل اكبر والثقة ثقل لهاي الشركة بيكون مع الشركات الخاصة بيعطيك مثال اليوم انا ذكرت لك سابقا مشروع اطمح نحنسميه اطمح واحد لانه في اطمح ثانين صار الهي اطمح ثانين مزود الخدمة هو خريج حاضنة مع الاجتماعية في الدورة الاولى اللي كانت معنية باصحاب الهم ودعم وتعهيل اصحاب الهم وهاي كانت فكرة عند هذا الشخص اللي اياه فهي الشركة اسمها ام انكلوسيف ام انكلوسيف اوكي ام انكلوسيف هاي الشركة اليوم هي مزود الخدمة لأطمح ثانين والهدف من اطمح ثانين توظيف امية شخص من اصحاب الهم في القطاع الخاص او الحكم في القطاع الخاص او الحكم طبعا في مراحل عديدة للمشروع وتفاصيل اليوم في تأهيل وتدريبها فا استمرارية هاي الشركة من 2019 اليوم نحن في 2024 وخذت عقد نفس اطمح ثانين مشروع جدا مهم ولفئة مهمة بالنسبة علينا في المجتمع سوينا اول كارير فير معني باصحاب الهمة في امارة ابوظبي اول كارير كارير فير ليه معرض توظيف نعم بسمعني باصحاب الهمة طبعا هاي الشركة تتواصل اليوم او مزود الخدمة الشركة ام انكلوسيف لانها مزود خدمة في مشروع نفس هذا فالتواصل صار بطريقة سهلة جدا في المنظوم دايما نحن نفتح لهم نساهم ان نفتح لهم ابواب ندعمها مع الشركات مع الجهات الحكومية الجميع يبا يدعم المشروع الجميع يبا يدعم المجتمع بس نحن نظم العملية هاي نوضح لهم كيف والمعرض وين سويتوه معرض توظيف سوينا في مركز الشباب العربي في مركز الشباب العربي وان شاء الله بيكون في معرض توظيف قادم في شهر تسعة وتم تعيين لمية شخص لا بعدها المشروع على ثلاث سنين اليوم تم ثلاث سنين اطلقنا في بداية العام حاليا نحن تم تعيين ما يقارب العشرة كأوفيشيلي يمكن اللي ياخذ وقت بوحميد اكثر اللي هو تأهيل تدريب تدريب في فترة لعنه تدريب اليوم دايما يكون في مرحلة تقييم اليوم السكيلز تختلف فانا اليوم اريد احطك بناء على السكيلز اللي عندك موجودة طبعا اطمح اثنين نوسعنا شوي قطاق احنا ما ركزنا على اعاقة معنية او مشكلة معنية لاصحاب المنون خليناها شاملة نزين بتخبرك بوحميد عندنا مثال حي الحين عندنا مئة المستهدف مئة وانتو اللي في الوسط السبونسر اللي هو الشركة الثالث منو كان السبونسر للمشروع؟ هاي من المساهمات المجتمعية وجهت من احدى المساهمات من شركة كمساهمة شركة خاصة؟ مش هاب تقول اسمها؟ بدون ذكرها لسا اوكي فوجهت عالية العقود الاجتماعية فيها نوعين في نوع السبس اللي ذكرتلك يكون فيه مستثمر اجتماعي حتى الفلوس أب فرانت وفيه الـ outcome-based contracts الـ outcome-based contracts الرزق يكون يتحمل service provider مع ايا ان اليوم اذا في مخرجات ما تمت لا يتم الدفع على هذا المخرج هاي من صاحب مشروع اطمح أطمح ثانياً الذي هو مزود الخدمة نعم نعم إذا دخلت لك فيها تتعقد العملية هاي يبقى لها قادر قاعد أكون تصور بالعكس أبوصل عندك إذا تسمح الرقم أو الميزانية اللي وضعت لهذا ليش يمكن اليوم هذا المثال يكون محفز لشباب باتشر يقول لك أنا عندي مستهدف 200 300 الميدان يعني ما يقارب الأربع مليون هذا المشروع والله رقم ويد حلو جداً وقارننا اليوم الخدمة اللي تقدمها هاي الشركة ذات هدف اجتماعي مع شركات خاصة يعني يوم نحن قارننا الأسعار ونشوف الشركات ونشوف السوق ومنهم ممكن يكون مزود الخدمة هني دليل اليوم أن الشركة ذات هدف اجتماعي هدفها مش ربحي 100% لكن بعده في مارجة لا عالي هو شوف الأرقام اللي أنا طلعت عليها متوسط توظيف الشخص الواحد حوالي 15% بس على حسبتكم ممكن 40 ألف يعني ضرب ثلاثة تقريباً بس بس هذا لأصحاب الهمم؟ لا 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 للشخص العادل للشخص العادل طرع أنا قلت لك الحين أنتو لأن أصحاب الهمم ضرب ثلاثة فأكيد بيكون في مارجة واضح الله في مارجة نحن بالعكس أنا شوف هذا المثال اللي ذكرناه يوم أحاول أطلع أمثله هذا أنا شوفه أكبر محفز لأي شاب حاب أنه يدخل لها المجال كبزنس بزنس أوكي؟ يقدر يطلع منه يقدر ونحن ندعم أنه يكمل يطلع منه لازم يطلع لأنه أرجع وأقول يوم خدماتك أنت اللي بتقدمها لازم تستمر ولازم تكون مستدامة نحن يمكن حطينا آلية لتصنيف الشركات ذات هدف الاجتماعي أنه اللي يقدمون طبعا أول هدف رئيسي أنه يكون هدفك الاجتماعي واضح الفئل اللي بتخدمهم واضحة عندك في منقياس لأثر الأثر الاجتماعي السنوي اللي تقدمه أنت من خلال الخدمة الاجتماعية اللي تقدمها الشركة أو المؤسسة طبعا في موضوع التصنيف أيضا اليوم نحن 30% من أرباحك ترد تري انفست في السوشيال كوز اللي أنت تشتغل عليه آه لازم 30% صدقني أغلب الشركات أكثر عن 30% يحطون في شركاتهم لأنه واثق في المشروع واثق وهو هدف اليوم إذا أنت ييتني اليوم تقولي أنا سالم أنا عندي الشركة الفلانية وأنا أحب أخدم المشاريع لهالفئات المعينة ترح أكثر عن 30% من أرباحك أنت قاعد تحط وما حد قاعد يبرزك فاليوم شهادة التصنيف الاجتماعي يوم أطلقناها في سنة 2021 لهذا الهدف واحد شركات قاعدة تقدم شيء اجتماعي للمجتمع لكن ما في حد قاعد يصنفهم غير عن الشركات الخاصة أو الشركات الربحية فحلو التمييز حلو أنا لما أميزك أن كنت شركة ربحية وفي نفس الوقت اجتماعية اجتماعية و40% من دخلك لازم يكون من الخدمات التي تقدمها لأن طبعا هذه الشركات أيضا تحصل على دعم سواء من سبونسر سواء من من فاندريزنج مفروض ما يكون أكثر من 60% لماذا؟ المفروض ما يكون أكثر على 60% لماذا؟ لأن استدامة الشركات لو حصل 100% ليس استدامة صح على المدى الطويل وقف فدائما نحن نشوف تجعوا وقول نحن باك نتقدم خدمات نباك تكون في مارجر الربح لكن نباك تستمر هذا أهم نزين بو حميد كنتوا تستقطبون في الحاضنات تحديدا الجميع الحين مواطنين نعم بس فقط هذه الدورة في هذه الدورة الدورة القادمة تكون شهر كم؟ الدورة التاسعة إغلاق استقبال الطلبات بيكون في بداية شهر السابعة وبعدها مباشرة في نفس الشهر بنفتح استقبال الطلبات على نفس موضوعنا لكن لجميع أفراد المجتمع مع تركيز على بعض الفئات الخاصة في المجتمع وبيكون في معلومات بشكل أوضح في موقع المحياة اليوم أصحاب الشركات أقصد المساهمين ليس المساهمين الماليين أصحاب المشاريع أغلبية مواطنين أو أجانب عندكم؟ والله عندنا يعني تقدر تقول 40-60 40 مواطنين 40 مواطنين أوكي 40-60 40% مواطنين وال60 أجانب والأجانب هل نقول خليجيين ولا ما عندي يعني ما عندي بس أنهم كلهم مقيمين لأن هذه مشروطنا أيضاً اليوم أن حتى لو كنت من غير المواطنين دولة الإمارات أنه لابد أن تكون مقيم في إمارة عبوظبي بالأخص عشان تحمي المشروع تتأكد أنك أنت كجهة رقابية يعني رقابية سوري في الوسط ونتأكد اليوم أن هذه الخدمة التي تقدم تقدم في الإمارة نفسها وتتوسع من بعدها في البلد أنا يمكن عندي لك مثال بيعيبك هذا هذا في مشروع دعمنا في فكرة كانت عن شخص صاحب جم رياضي وهذا من أوائل الناس الذين حصل على شهادة التصنيف الاجتماعي الأخ عبدالله البلوشي هو صاحب الفكرة فمهتم في فئة أصحاب الهمم فقال اليوم ما في جم خاص لهاي الفئة فأياب الفكرة وتم دعمه من قبل هيئة المساهمات المجتمعية لتنفيذ أول جم مختص لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وهو موجود في الميناء حاليا في الميناء وشغال يعني هذا الكلام تقريبا ثلاث سنين تم دعمه جميل كثير من الناس اليوم يعني مؤسسة زايد العليا الأصحاب اليوم مش مقصرة اليوم لكن تعرف دايما يوم يزيد العدد عندك ترى ما تحتاج إلى ماكن أكثر وتحتاج إلى أوبشنز مع الناس نفسها فوجود نفس هالمبادرات ترى لها أثر كبير البلوشي كم دعمته عبدالله البلوشي عبدالله القيمة بالضبط ولا ما أتكره في تأسيس الجم دعمنا تقريبا تقريبا تكاليف تأسيس الجم مع المعدات اللي خاصة فيها يا الله والله هذه الأمثلة اللي نباها لأن بصراحة الأمثلة يعني أنت الحين قاعد تحفزني أني أخلص من هالها ويعني أطلع بفكرة يديدة اليوم تسهيل الأعمال هي دورها تقدم محفزات للشركات ذات هدف الاجتماعي اليوم نحن في طبعا جانب المؤسسات النفع العام بعد نقدم لهم كثير من الخدمات اللي تدعمهم مؤسسات النفع العام الانجيوز الانف بيز هذي المتواجدين في الإمارة بس أرجع لك على قسم تسهيل الأعمال قسم تسهيل الأعمال هو معني يوم بتقديم المحفزات لمؤسسات القطاع الثالث المحفزات مثل ما ذكرنا منها مساحات مكتبية منها تسهيل الأعمال تسهيل الوصول إلى المستثمرين الشراكات تسهيل تقديم المتطوعين للشركات اليوم في بعض الشركات يقول لك أنا يا أخي يمكن أحتاج متطوع في أريا معينة ليش تدفع؟ فيه متطوعين فيه ناس ودهب كم عدد من تقريبا بوحميد هذين المتطوعين؟ بالله ما عندي لأعداد بكل أمانة ما عندي لأعداد بس اليوم فيه شركات عندنا وطلبت قالوا أنا أحتاج متطوعين مختصين لأن عندنا database في قطاع المشاركة الاجتماعية بس أنا من الموقع ما أقدر أوصل لازم تواصل مع قسم تسهيل الأعمال فتقول لأن اليوم يمكن أحتاج متطوع في أريا معينة في legal aspect نحن نرجع للdatابيس نشوف من المتطوعين ممكن يكون محامي متى تسمحون متى تسمحون أو متى ترفضون متى مثلا يكون ممكن الاستخدام غير صحي بمعنى مثلا حد يستخدم طبعا نحن نقيم الطلب ومن أهم شروط الطلب طبعا أنك تكون حاصلة على شهادة التصنيف شهادة التصنيف منك شركة اجتماعية منك شركة ذات هدف الاجتماعي لأننا اليوم نركز على تقديم الخدمات لهم من الشركات فبعد ما يقدم الطلب يشوف ولازم يحدد الساعات اللي هو يحتاجها فيتم التواصل مع القطاع المعني أن نشوفون مع التواصل مع المتطوع أصباح عندك موظف بلاش والمتطوع ياخذ عليها ساعات تطوعية فهي من الأشياء التي ندعمها ندعم أيضا اليوم تسهيل للحصول على الإقامة الذهبية اليوم بالتعاون مع أبوظابي رزدينت أوفيس ونحن شاكري لهم بالعكس من أول التعاونات اللي صارت بما أن اليوم نحن حاضنة اجتماعية وشركات تقدم خدمات لها أثر للمجتمع فنحن أحد الحاضنات اللي موجودة في الإمارة اللي ممكن أن نتزكي الأشخاص أصحاب الشركات هاي أن تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارة وأيضا موضوع الدعم المالي اللي نقدمه من خلال قطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي قد نوفر من نسهلهم الوصول أو الحصول على مبالغ تدعم مشاريع معينة لخدمة المدفئات أو نسهلهم عملية جمع المساهمات لمشاريع معينة تخدمهم فدور قسم تسهيل الأعمال دور رئيسي لاستمرارية هاي الشركات اللي حاصلة على الشهادة طبعا وأيضا من مهام هذا القسم شهادة تصنيف الشركات ذات هدف الاجتماعي طبعا الحصول عليها يكون من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني مع توضيح المتطلبات ومن بعدها يتم تقييم الطلب من قبل اللجنة الداخلية بناء على سياسة أطلقت في عام 2020 كانت واضحة مع الشروط ويتم منح المقدم بعد الموافقة على الطلب شهادة التصنيف المدة عام وتم تجدد في كل سنة أوكي أنت تعرف أننا مصنفين الشركة اجتماعية بتجددون السنة اليوم أنت عندك واسطة كبيرة أنت الواسطة الله يسألك أعزك ما يحتاج على عملك في موضوع ما تكلمنا عنه وهو حلو بصراحة اللي هو بداية تأسيس الصندوق صندوق الاستثمار الاجتماع نعم تأسس 500 مليون هذه كانت حملة معنا بخير أوكي خبرني عنها الصندوق كان قطاع قطاع في هيئة ما بس هو مسمى صندوق الاستثمار الاجتماعي لكنه قطاع في هيئة قطاع رئيسي في هيئة المساهمات المجتمعية وهدف استلام وتوجيه المساهمات الهدف الرئيسي فنحن قطاع الصندوق معني ليستلم المساهمات من فئتين فئة الأفراد وفئة الشركات توجه لهذه المشاريع ويرد إعادة توجيه للشركاء لتنفيذ المشاريع هذا دور ببساطة اليوم بشكل مبسط اليوم نستلم ونوجه طبعا يكون فيه ريبورتنج ميكانيزم ترجع انت بتقارير دورية للمساهمين تخبرونه بالنجازات والنجازات عدد المستفيدين من المساهمة المالية اللي وصلت تنشرون هذا توقع في موقع ويتم نشره في الموقع بشكل سنوي ويتم تقرير مفصل للمساهم عن وين وجهت مساهمتها وكم تم الاستفاد منها وشو الأثر اللي خلقتها هذه المساهمة فهذا دور الصندوق الرئيسي فيه مستهدف معينة لتجميع رقم معين كل سنة فيه كل سنة تقريبا ما نقدر ما نقدر لكن فيه مستهدفات سنوية تكون عليهم لتجميع فيه مستهدفات أيضا سنوية لعادة توجيهها لأنه ممكن تكون عندي الفلوس بس ما ما عندي مشاعرية مشاعرية ما عندي فعشان شيء ليش اليوم دور الشراكات دور كبير عندنا أنا أرجع وأقول اليوم ترى عشان تعمل الفايدة ويكون الأثر بشكل كبير رح من خلال الشراكات وأنا فعليا أنا اليوم من أستلم أنا أكون أنا أسهلك العمل بوجودي اليوم بعض الشركات الخاصة تقول أنا بنفذ أنا أريد أنفذ أدعم فئة معينة لكن هي الكور بزنس ما لها شيء ثاني وجودي اليوم أنا وهالمنصة تواجد هالمنصة أنك أنت في أي قطاع أنت مهتم كشركة من باب مسؤولية المجتمعية لك أنك توجه مساهمتك هنا وأنا أضمن لك تحقيق الأثر وأن هذه الفلوس أو الأموال بتوجه لمشاريع تهمك أنت أنت تكلمت بشكل عام عن الكريتيريا لكن الحاضنات تحديدا منها ذات هدف اجتماعي لها ربحية معينة لازم هاي التصنيف هاي شهادة التصنيف لكن اليوم برنامج الحاضنة شو شروط القبول فيها أوكي خبرنا الشروط اليوم كل الحاضنة تكون طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أن هي معنية بتحديات اجتماعية أو معنية بإيجاد حلول لتحديات اجتماعية خاصة فطبعا لما يصير طلب التقديم عليها يتم تقييمها بناء على كريتيريا معينة والكريتيريا الرئيسية اللي نحن ننظر لها اليوم الحلول المقدمة من قبل الشركة أو صاحب الفكرة تعالج أولوية اجتماعية في مرتب أول اللي هي حددت سابقا للبرنامج أو للدورة اللي نفسها فبعد ما يصير في تقييم أولي وبناء على الكريتيريا الأخرى اللي الفيزيبليتي لأن نحن دائما نحب أو نتأكد أن اليوم استمرارية هاي الشركات أو الفكرة المقدمة أو الخدمة المقدمة نتأكد منها فالتوسيع أيضا الخدمات الهف فينتقل إلى مرحلة ثانية اللي هي لجنة خاصة بتقييم الطلبات أيضا هاي اللجنة يتم الشخص المقدم الفكرة أو صاحب الشركة ييعرض فكرته قدامكم نسميه يوم العروض فهذا يتم يصير فيه من العدد الكبير اللي يوصلنا من الطلبات إلى ما يقارب 30 أو 40 فكرة ويوئون إلى يوم العروض ويعرضون جدام اللجنة فيتم أيضا تقييم الشخص في وقت يوم العروض نقطة وايد مهمة ودائما نركز عليها لأن اليوم نستثمار في الأشخاص هو اللي بيحقق لك الأثر اللي أنت تبحث عنه ممكن الفكرة تتغير في وقت معين لكن أنت تستثمر في شخص ويمر في مراحل تفيده ونتأكد اليوم أن المراحل التدريب اللي يمر فيها تساعد أن يبدع ويقدم خدمة للمجتمع هذا هو النجاح أبو حميد هذا الصحة أكد لك الأسبوع اللي طاف كان عندي لقاوم مع أيدورد ومؤسس شركة سويتش فوت عنده شركة في بغضبي في مستثمرين أمريكان أظن قالوا نحن نستثمر معاك خمسة بالمئة على كذا وخمسة بالمئة على كذا بس خمسة وثمانين بالمئة في كنت لأن على تستثمر في اليوم هذين منتخذين قرار هذين إذا ما عودت على التغيرات اللي تصير حواليه وكيف يتعامل مع التحديات اللي قاعدة تصير أو الضغوطات ما بيوصل لمرحلة أنه يتخذ قرار فهذا الاستثمار في الشخص أنت تستخذ مرء في أشخاص أنك تؤمن أنه بفكرهم في أثر في نجاح في موضوع ما ضرني في الأعداد بس عندي فضول فيه إذا عندك مثلة اليوم كل ما مثلا يوم تكلمنا عن الحاضنة تكلمنا عن الكريتيريا الشركات ذات نفع اجتماعي هدف اجتماعي لها شروط أنتوا لم تضعوا هذه الشروط لأنكم واجهتوا شركات ممكن ما عندها أو ما عندها حسن النية وحسن الاستخدام لهذه التسفيلات تقدر تخبرنا عن تجارب سيئة مثل ما قلت لك أنا في السابق أن كل مرحلة من مراحل وظيفة عندي هي مدرسة نحن في كل دورة عدنا مدرسة مدرسة من الحاضنة اللي طافت سواء كانت من الحاضنة أو من برامج محفزات و يمكن بعض التجارب اللي ما نقول إنها فاشلة ونقول إنها سيئة لكن بعض التجارب اللي علمتنا إنها نحسن نحن دائما لازم نحسن لازم نطور لازم نسهل على 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 المجتمع بعض من التجارب اللي خلتنا نحن نعدل في الكريتيريا إنه في شركات كانت تبدأ الفكرة جميلة جدا تكون الدعم المالي يمكن كان ينعطى بمجرد إنه دخل الحاضنة فكنا نحاول إنه نكون فلكسبل قد ما نقدر نبش نبش شركات تحقق أثر لكن ما شفنا إنه هاي الشركات قدمت شيء بعد فترة لأسباب عديدة ممكن تكون فبدأنا الراجع المتطلبات أو حتى أماكن الدعم المالي اللي نحن ندعمها والشركات في أي مستوى لازم تكون عشان تدعمها أنت مؤمن اليوم فلازم مؤمن سواء كانوا من المساهمين سواء من الحكومة والحكومة فلازم اليوم ويمين ما يزال رسك قللون الرسك بقدر المستطاع هي قدر المستطاع فهذه الكريتيريا اللي دايما فيه متغيرات لها داخلية بس صدقني بالأمانة هي تفيد الجميع وحتى الشركات مستفيدة يعني حدفنا لأن اليوم نستفيد لكن تكون بشكل موجهة بشكل أضمن بالنسبة لنا ولهم شكرا للناس اللي توصل مرحلة ما بعد نهاية الحلقة تفاعلك ونشركم لهذا المحتوى هو سبب رئيسي لاستمرارنا ولعطائنا كذلك أشكر فريق ترينس بودكاست عادل في التصوير سليمان في الإعداد كذلك كريم في الإعداد شكرا لكم